والآن إلى شباك هاشتاج والذي نرصد فيه أبرز ما تدوله اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع حسين خريس مساء الخير حسين وأهلا بك إذن نبدأ مع الهاشتاج الأول حول طبعا خطاب حسين دياب والذي تركز على انهيار الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على إسعاف اللبنانيين نعم هذا الخطاب الذي كان قد ألقاه رئيس الحكومة الحالي حسين دياب قد لاقى أصداء منتقدة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى أنه استمر كتراند كهاشتاج أول على تويتر حتى فترة ما بعد الظهر من هذا اليوم التغريدة الأولى لسامر دابليز كتب فيها عن الموضوع صباح الخير لبنان ما أعلنه حسين دياب يعلمه معظم المواطنين اللبنانيين فالدولة أصلا لم تعد دولة بعد سيطرة كارتال الزعناء الطوائف والميليشيات بالنسبة إلى تغريدة طوني أبو روحانة فقالت أخي حسين دياب أنا متعاطف مع إحباطك وأتمنى أن تخبرنا في الإطلالة المقبلة كيف يستقيل الرجال طالما لا إمكانية ولا قدرة على المواجهة وحماية المواطنين طبعا هذا القطاب عاد حسين دياب رئيس الحكومة وبرر ما يقصد به بأنه سيكون مع هذا البناء الجديد للدولة مجددا إلا أنه يحتاج العون من الفرقاء السياسيين التغريدة الأخيرة المتعلقة بموضوع خطاب حسين دياب هي لعمر غزل الذي كتب قائلا على حسابه عبر توتر حسين دياب إذا عن جد بدك تعمل شيء بلش بالطلب من حكومة سويسرا كاشف على كل حسابات المسؤولين ورد جزء منهم للخزينة وهذا مطلب كل لبنان معك أو ضدك ويكون هالشيء علنا خلي كل الشعب يشوف الزعماء شو عملوا فيهم طبعا أيضا لهذا الحساب أو لهذه التغريدة كانت مترافقة مع تجمع أمام السفارة السويسرية من قبل بعض المواطنين المعارضين الذين طالبوا السلطات السويسرية بالكشف عن حسابات السياسيين اللبنانيين الموضوع الثاني طبعا هو الموضوع الذي يشغل العالم ومن الطبيعي أن يشغل لبنان موضوع عبور الحدود البرية من سوريا إلى لبنان قدوما من إيران باعتبار أن المجال الجوي أغلق جزئيا مع إيران كانت هناك سلسلة من الانتقادات لوزارة الصحة باعتبار أن الوزارة تطلب من هؤلاء المواطنين ممارسة الحجر الذاتي في المنازل فقال شرب الكيروز تنعتبر التزم ومظبوط بالعزل المنزلي مش عم يتنفس ويعطس ويصعل بالبيت أهله ما عم يروحوا على الشغل ما عم يروحوا على الدكانة ما عم يختلطوا بعالم ولا أفشل أيضا في موضوع الكورونا في لبنان والانتقادات الموجهة لوزارة الصحة كتبت دانيالا رماح قائلة لغاية الساعة كل إصابة الكورونا في لبنان مصدرها إيران ولغاية الساعة سماحة رئيس الجمهورية مصر على عدم اتخاذ أي قرار يمنع استقبال الطائرات القادمة من إيران في عهد ميشيل عون غياب كامل للدولة واستسلام كامل لحكم الدولة في الإشارة إلى حزب الله لأن هؤلاء المنتقدين يعتبرون أن حزب الله هو المسؤول عن استقدام اللبنانيين من إيران علما أن هناك أكثر من 1700 طالب لبناني يدرسون في إيران العلوم التي تسمى العلوم الشرعية بالنسبة إلى نور إجبارة كان قد نشر هذا الفيديو الساخر عبر حسابه على تويتر وعنونه مستشفيات لبنان مجهزة لاستقبال المصابين بالكورونا لا داعي للهلع نشاهد الفيديو نعم أيضا حصلت حادثة اليوم في فترة الظهر عندما كانت النائبة بولا يعقبيان تجتمع مع لجنة الإدارة والعدل النيابية داخل مجلس النواب ومن المعروف أن بولا يعقبيان لديها معارك مع التيار الوطني الحر التابع لرئاسة الجمهورية وهي كانت تسأل عن موضوع دراسة الأثر البيئي لبناء مركز للتيار الوطني الحر باعتبار أن هناك منتقدين يعترضون على بناء مركز لهذا التيار لأنه يخرب البيئة كما يقولون وخلال هذا التساؤل قام أحد النواب وشتمها شتيمة أمام كل النواب الباقين ما أثار موجة من الغضب بدأت بكتابة بولا على تويتر الشتيمة التي شتمها إياها ثم اعتذر هذا النائب وسحبت هذه التغريدة بالنسبة إلى زكي نقاش قال عبر حسابه على الفيسبوك العوني لشتم بولا يعقبيان في المجلس النيابي يجب تلقينه درسا لن ينساه في حياته لكي لا يتجرأ من بعدها أي أحد بشتم زميل له في المجلس طبعا ما في قضاء وما في محاسبة الحق يؤخذ مباشرة من قبل المجتمع أما بالنسبة إلى ريمة نادر فإنها تفاعلت أيضا مع ما جرى من هذه الحادثة وكتبت على تويتر في نائب قال لبولا يعقبيان بالجلس الشتيمة كتبت الشتيمة هول يلي عطيتون أصوات كن هيك مساطر وصلتوها بالنسبة إلى الناشط محمد أعواد فكان قد كتب عبر حسابه على الفيسبوك بدنا انتخابات نيابية مبكرة للتخلص من هيك شكالات على حد قوده نعم أحسين خراس إذن كان هذا كل شيء لليوم شكرا جزيلا لك